مشاهدين الكرام الله يصبحكم بالخير نتوفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث لحوادث وإصابات العمل خسائر وأضرار فادحة مدية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة يتأثر الجميع من حوادث وإصابات العمل سواء كان الفرد المصاب أو أسرته أو المؤسسة التابع لها بالإضافة إلى عدد الوفيات والإصابات السالف ذكره فإنها تكلف خسائر اقتصادية هائلة معنا اليوم فراس أبو حمد مدير السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الحديثي أكثر عن هذا الموضوع فراس صباح الخير بداية الحديث هنا عن واقع العاملين لو تحدثنا عن واقع السلامة العامة للعاملين في المنشآت والمصانع والمكاتب في فلسطين والله حقيقة واقع السلامة والصحة المهنية في فلسطين بشكل عام ضيف وهذا برجع الأسباب كثيرة أهمها أن الثقافة في هذا الموضوع ضعيفة لدى أطراف الإنتاج لدى أصحاب العمل ولدى العمال ثقافة المجتمعية بشكل ثقافة المجتمعية نعم وهي الأساس في الموضوع لأنه فاقد الشيء لا يعطيه إذا لم تكن هناك قناعة في هذا الموضوع وهميته لن يكون هناك التزام بتدابير واشتراطات السلام والصح المهني لا من قبل أصحاب العمل ولا من قبل العمال يعني هذا بشكل رئيسي طيب خلنا نحكي عن أسباب التي حكيت عنها أنت قلت ضعيف ولكن هناك أسباب إيش هي الأسباب الرئيسية غير السببها ضعف الثقافة السبب الثاني اللي هي ضعف أليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفلسطينية مين هذا اللي بتحمله وزارة العمل؟ بتحمله جزء منه إحنا في الجانب الرقابي ويعني هذا الموضوع لأنه يعني بصراحة الإمكانيات المتوفرة من طواقم عندنا في إدارة العامة لتفتيش وحماية العمل طواقم كثير محدودة لا تستطيع أنها تكون بتقطيط وحصر جميع المنشآت القاضي على قانون عمل فلسطيني وبالتالي متابعة اشتراطات التدابير السلامي على مستوى العمال ومستوى أصحاب العمل بس هلأ إيجاكم عامل صارت معاه مشكلة لا سمح الله إصابة خطأ فادح من صاحب العمل من رب العمل بتوقفوا معاه بيكون هناك حديث مباشر بيكون في آليات لتحفيز العمال الآخرين عشان ما يصيرش معهم في المرات الجاية أمور مثل هيك؟ يعني على المستوى يعني إذا حدثت إصابة عمل يعني إحنا تواقبنا يعني تحديدا في هذا الموضوع ما فيش عنا يعني ما فيه جدية وفيه تواصل من قبل المفتشين في أنه يحققوا في الإصابات اللي بتصير ويقوموا بالإصحاحات المهنية اللازمة في بيئة العمل من ضمنها توعية العمال بمدى المخاطر الموجودة وكيف النتائج يعني نتجت عن عدم الالتزام بإشتراطات السلام ولكن لسان حال العمال يقول بأنه فيه هناك تقصير من كل الجهات أنا هنا لا أتهم وزارة العمل ولكن الحديث من العمال بشكل عام بأنه فيه هناك تقصير من جهات عدة لحقوقنا يعني مكونوا معناه من خلال حتى بعيدا عن الصحة وبعيدا عن المهنية والسلامة الحديث هنا عن تدبير واقع العمل خلينا نقول يعني بدل من الواحد يروح لدولة الاحتلال يشتغل في أراضيها يشتغل هون بفلسطين وهذه مسؤولية كبيرة لكم وللجميع أيضا للحكومة الفلسطينية يعني بصراحة قضية رفع أو تحسين واقع السلام والصحة المهنية في فلسطين يعني يقع العاتق هي جهات عديدة منها الحكومة منها أصحاب العمل ممثلة بنقاباتهم بتوعية أصحاب العمل بأهمية توفير شروط وظروف العمل يعني مش بس السلام والصحة المهنية كمان شروط العمل للعمال من حيث ساعات من حيث إجازات من حيث أجور وهذا بجوز الجانب اللي بيشكي jonه بين العمال لا هي الجانب عن الشروط العمل overstim وهذا الغرف بالجانب العمال مش كتير بكترثوا بالالتزام بإشتراطات حتى لو كان صاحب العمل موفرها يعني على سبيل المثال في كثير من المنشآت المشاريع الإنشائية وإحنا هذا القطاع من عملنا في أنه حملة وطنية عليه أنه مركزين على مشاريع الإنشآت يعني القيد الإنشاء أنت بتروح على موقع العمل بتشوف أنه في كثير من المواقع صاحب العمل موفر إشتراطات السلامة موفر معدات البقاء للعمال ولكن للأسف الشديد العامل لا يلتزم بارتداءها من باب أنه تعيق العمل هذا الجانب اللي بنحكي فيه مبدأ تعزيز الثقافة المسؤولية على من تقع هنا يعني أنا جايب لك كل اللوازم الخوذة والدرع الواقي وما شابه ذلك مثلا ولكن أنت لا تلتزم بها المسؤولية تقع على رب العمل وكما نحن لازم نحكي بواقعي بواقعي نعم شوف هذا الجانب المسؤولية تقع على رب العمل من جانب أنه هو العامل التبعية والإشراف للعامل هي من تحت مسؤولية صاحب العمل وبالتالي عدم التزامه مفروض يكون في عقوبة من قبل صاحب العمل للعامل اللي مش ملتزم بإشتراطات السلامي لأنه أنا بدفع مصاري بتكلفني هاي مبالغ وبالتالي أنا جايبها لحمايتك وبصراحة يعني أحكي لك أنه كثير من إصابات العمل اللي إحنا كنا نحقق فيها أنه السبب هيكون الإهمال تقصير من نفس العمل تقصير من العمل نفسه وبجوز في كثير من المشاريع الإنشائية الرائدة اللي كان لها يعني خلينا نقول من أوائل المنشآت اللي ملتزمة بتوفير إشتراطات السلامة طب هون شو دوركم لما يكون فيه تقصير من العمل نفسه إيش بيكون موقف وزارة العمل تحديدا أنتم في السلامة يعني بصراحة القانون القانون بيحكي أنه يعني العامل يوعى في هذا الموضوع أهمية التزامه بارتداء معداته الواقعي ولكن ما في في القانون إشي رادع يعني في القانون ممكن أنت تخالف صاحب العمل ولكن ما فيشي إشي يخليك تخالف في العامل طب المشغل نحكي هون عن صاحب العمل المشغل بيقدر المشغل بيقدر يخالف العمل بس كيف أنه لازم يسوي لائحة جزاءات لائحة جزاءات خاصة بالسلامة والصحة المهنية بمعنى أنه عدم التزامك بارتداء معدات الوقاية يجب أن يكون مقابله فيه عقوبة وبالتالي إحنا منلقي المسؤولية عدم التزام العامل على صحب العمل لأنه بالآخر أنت المسؤول عنه وهو يجب أن يلتزم كيف يلتزم بساعات العمل بده يلتزم كمان بارتداء معدات الوقاية الشخصية وبالتالي المسؤولية تقع في هذا الموضوع حسب قانون العمل على صاحب العمل طب نأتي هنا لقانون العمل والحديث عن الكلام الذي حكيته في بداية حديثك عن الوعي هل فعلا يعي العامل صاحب العمل بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في القانون هل فعلا هناك وعي بهذا الموضوع بالقانون نفسه يعني أحكي لك بكل أمانة وعلى الجهتين أنا أقصر على الجهتين نعم فيه تقصير في الجانب التواود يعني في بعض الناس بتعرف شو إلها أقوك شو عليها واجبات وفي بعضها لا ما بتعرف وبجوز يعني سبب أنه عدم انتثال المنشآت الفلسطينية أو إلى قانون عمل فلسطيني فيه جزء منه عدم معي فيه جزء منه عدم التزام يعني صاحب العمل أو العالم بعرف شو لازم يسوه ولكن لا يلتزم لأنه هذا الموضوع عليه يعني يترتب عليه تبعيات مادية عرفت كيف؟ يعني أنا لما أنت صاحب العمل بعرف لازم يوفر معدات وقاية لعماله بمصنع بده تكلفة حوالي عشرين ألف شيكل تلاتين ألف شيكل على سبيل المثال فبقولك أنا شو يعني شو جابرني أني أدفع مبالغ زي هاي؟ مش عارف أنه هون دور الثقافة أنه لو بعرف أنه هذا الموضوع رايح يوفر عليه مصاري في الآخر أنه أنا لما بوفر معدات الوقاية وبوفر اشتراطات سلامة في بيئة العمل راح أقلل من إصابات العمل ومن تكاليفة سواء المباشرة أو غير المباشرة بالتالي أنه هذا استثمار أنا لما بوفر بيئة عمل صحية وآمنة أنا أستثمر في كثير من أختصر كثير من التكاليف الممكن تكون ناتجة عن هاي الإصابات طيب لو سألتك ماذا لو عن العامل نفسه ما بعرفش إيش هي السياسات إيش الإجراءات في المؤسسة في مكان العمل بكل مكان وصدقني في ناس بتشتغل ما بتعرف مين المشغل لها وما بتعرف مين رب العمل شو الإجراءات اللي هون لازم ناخدها يعني إيش يعملوا شو يعمل العامل ولكن هو في النهاية بدور على لقمة عيشه إلو الأولاد وإلعياده صحيح صحيح يعني يعني بصراحة يعني أنا هذا بلقي هذا الجانب على ممثلين أصحاب ممثلين العمال نقابة العمال إنها تكثف حملاتها التوعوية خصوصاً على القطاعات اللي هي خلينا نحكي اللي هي يعني ما إنه أنا سمعت فيه أكثر من نقابة يعني في عنا أربع حوالي أربع خمس نقابات آها ولكن للأسف يعني النقابات مش في الجانب أنا متأكد رح يزعلوا مني لإني طرحت هذا الموضوع بس للأسف يعني أنا شايف فيه هناك أكثر من نقابة والعامل بشكي دائما شوف دعكي لك في هذا الموضوع يعني قديما كان كان كل واحد يتحفظ على اللي عنده بس من جديد يعني بحكم إحنا زدنا جانب التعزيز التنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبالتالي أصبح كل واحد عارف شو دوره ومش يعني ومش رح يكون خجلان يقول أنا فيه عندي تقصير في هذا الجانب لأنه على الأرض معروف أنه فيه ضعف في التوعي يعني هذا الجانب شوف الأعامل حتى ياخد حقه فيه جانبين الجانب التوعوي حتى يعرف إيش إليه حقوق لازم يتوعى وهذا الجانب يكون على النقابات العمال في توعية العمال شو إليهم حقوق شو واجبات حسب قانون العمل الفلسطيني وتشريعات الإصادة المقتضى الجانب الثاني أنه العامل نفسه كمان إذا هو حس بغبن أو في ظلم لازم يتوجه لوزارة العمل يقدم شكوى في الإصابة والقانون يحميه يعني أنه أي عامل يقدم شكوى فيه بتتعلق بشروط أو ظروف عمله القانون يحميه في أنه صاحب العمل ما ياخد فيه إجراء قانوني تعسفي بحقه في هذا الجانب إذا هو اشتكى في أي شيء بتعلق بشروط وظروف عمله موضوع العمل والفصل التعسفي وما شابه ذلك لكم علاقة فيه أو أنه فقط التركيز على السلامة أو خلينا طبعا نحن مراقب على شروط وظروف العمل يعني يعني فصل العامل من عمله فصل العامل بدون مبررات بدون مبررات وهذه والله أضرارها كثيرة يعني واحد يروح لهم فصلوا ما هي كمان إلها علاقة بالسلامة وبالصحة وبالنفسية صحية صحية يعني لماذا قلت لك أنه القانون كفل للعامل حقه في الاعتراض والشكوى وحقه في أنه ما يتخذ صاحب العمل فيه إجراءات تعسفية لأجل أنه شكى من من تقصير من صاحب العمل في حقوق إله وفي حال أنه صاحب العمل اتخذ إجراءات مترتبة على الشكوى لقدمها العامل هون يصير الصاحب العمل الوقع في إشي اسمه طائلة الفصل تعسفي يعني بدأ يكون تعويضه للعامل بدل ما يتفعله شهر مثلا بدل مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بدأ يتفعله ثلاثة شهر بس اللي ببت في هذا الموضوع أنه فصل تعسفي أو لا القضاء مش إحنا سؤال مهم واحد جاي يتدرب مثلا لمدة ثلاثة شهور حدث ما لا يحمد عقبالي هذا المتدرب نعم إيش الإجراءات اللي أنتم ممكن تاخدوها يعني يعني عادة في المؤسسات صارت معكم آه طبعا صارت حلا في المؤسسات اللي بيقوموا بتدريب الناس بتكون عندها للتدريب يعني شروط عملها شروط عملها وظروف عملها لازم تكون زي أي موظف موجود في الشركة يعني أنه هذا العامل لازم تتوفر له شروط وبيئة عمل سليمة تتوفر له كل الاحتياجات اللازم إله في هذا الموضوع لحمايته لازم يكون مؤمن كمان إما من الجهة اللي الجهة المدربة إله أو من الجهة اللي بتدرب عندها يعني أيهما حسب الاتفاقية ما بين الجهة المدربة والجهة اللي بتدرب عند هذا المتدرب وبالتالي لازم يكون يعني حقوقه جميعها محفوظة أثناء تدريبه في هذه المنشأة يعني لازم يكون مؤمن عليه ضد إصابات العمل لازم يتوفر له كل إجراءات وسائل الحماية الجماعية والفردية لأنه هذا يكون مسؤول من الجهة اللي بتدرب عندها وبالتالي صحته وسلامته من مسؤوليتهم هم إنهم يحفظوا عليها وإن شاء الله نتمنى أنتم تحفظوا على عمالنا الموجودين في كل المؤسسات وفي كل أماكن دائما نحرس على أن العمل تتوفر له بيئة عمل سليمة وصحية لأن الجسم السليم في الأقل السليم وللأ صحيح شكرا فراس أبو حمد مدير السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل يعطيكم مليون ألف عافية نتمنى لكم التوفيق ولي عمالنا إن شاء الله نتمنى كل العمال يشتغلوا بداخل إسرائيل يرجعوا بالضفر الغربي وفي قطاع غزة بين أن نولد ونموت حياة دعونا نشاهد هذا المقطع من اليوتيوب يتحدث عن التغيرات في شكل المرء بين الولادة والموت